بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نرحب بالسادة الكرام أشد ترحيب وحياكم الله وبياكم في هذه المحاضرة التي يعقدها قسم الدعوة والإرشاد في هيئة علماء المسلمين والتي جاءت لتتناول موضوعا مهما في حياة الفرد والمجتمع ألا وهو موضوع الأمن وتأتي أهميته من أنه يتعلق براحة البال واستقرار الحال وقد جاءت المحاضرة بعنوان أثر البناء النبوي في أمن الشعوب والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الدكتور سمير مراد الشوابكة رئيس مركز الإمام أبي عبد الله الشافعي العلمي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد شكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا أتوجه بالشكر الجزيل لهيئة علماء المسلمين في العراق الحبيب الذين شرفوني بأن أمثل بين يدي إخواني من أصحاب السعادات والفضيلة لأتكلم في موضوع لا يغيب عن أذهانهم ولست آت بجديد وإن كان العنوان فيه شيء من التفن إلا أن مضامين الخطاب لن تعدوا علمكم بإذن الله عز وجل ولست متقدما ولا متصدرا على أحد ولكن كما قيل يسعى بذمة القوم أدناهم فأخوكم لعله أدناكم ولكن شرف بأن يتقدم بين يديكم بالحديث والخطاب والعنوان الذي اخترته إنما هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل بيت بناه رجل فأحسن بناءه إلا مرضع لبنة فطاف فيه الناس فقال ما أحسنه من بيت لو لا تلك اللبنة فقال صلى الله عليه وسلم أنا تلك اللبنة وقد كمل الله عز وجل بي الدين وحتى لا يأخذنا الوقت والوقت المفسوح لي هو نصف ساعة تقريبا أقول البناء النبوي إنما هو إشارات تربوية سواء تعلقت بتربية القلب والباطن أو تعلقت بتربية الظاهر إلا أنها إشارات تحمل إشعاعات يصل نورها إلى كل الأرض بل ويصعد إلى السماء ومثله كمثل حديثه صلى الله عليه وسلم حينما قال واصفا أمته صلى الله عليه وسلم قال أمتي كالغيث والمعلوم أن الغيث فيه الخير والبركة وينتج عنه الخير والبركة من حياة الأبدان والإنسان والثمار والطعام والشراب وغير ذلك فمن حصل من هذا الغيث أعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ الخير والبركة لذاته وكان بذاته مباركا بإذن الله عز وجل ومن لم يحصل فإنه يصيره من خيرات وبركات هذا المطر النازل والغيث النازل فعم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم عما الناس أجمعين من تبعه بأن ينفعه في الدنيا والآخرة ومن لم يتبعه فينفعه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة وأول بناء من الأبنية التي قام بتأسيسها النبي صلى الله عليه وسلم والتي عليها المعول بناء العقائد والعقائد حتى لا نطيل الكلام تقوم كما يقول الفقهاء وأهل العلم تقوم على كليات ثلاث وهذه الكليات الثلاث هي أكثر ما كان يناوئ بها أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من قريش وغيرهم أول كلية من الكليات هي إفراد الله عز وجل بالعبادة ولذا كان كفار قريش لا يقبلون أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولذا كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد وأما الأمر الثاني فهو إثبات النبوة للنبيين عليهم الصلاة والسلام ولرسوله خاصة لأنه آخر مبعوث ولذا كانت تقول قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذ لا يريدون أن تكون النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وإنما يريدونها نبوة مشتركة وأما الكلية الثالثة فهي كلية الإيمان بالبعث بعد الموت وهذه كانت من أكبر الأمور التي يعاني منها هؤلاء الناس ولذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابة وعظامة ذلك رجع بعيد والنبوة أمر ليس على هوى الناس بمعنى أنها ليست مكتسبة وإنما هي عطاء من الله سبحانه وتعالى وكانت هذه الكليات هي الأساس ويرجع إليها باقي الأمور لأن هذه الكليات الثلاث لا تقبل تفسيرا ولا تقبل تأويلا ولا تقبل اجتهادا بخلاف القضايا الأخرى فقد يقبل بعضها التأويل لكنه تأويل لا يكون حينها مقبولة كإيماننا بالجن فهو ركن من أركان الدين لكن يمكن أن يؤول بل قد أول من بعض علماء المسلمين حين أولوه إلى أن الجن هي الميكروبات المرضية التي تسعى في دم المريض حين يصيبه المرض هذا التأويل باطل لكن لا نبني عليه أن صاحبه يكون خارجا عن دين الله سبحانه وتعالى ولذا فرق الفقهاء بين الكليات الثلاث الأولى وبين ما يتبعها من الأمور البناء الثاني هو البناء التشريعي والتشريع فرع عن التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد ومعنى أبناء العلة أي أن هناك رجلا يكون متزوجا من عدة نساء فالأب واحد لكن الأمهات مختلفات هذا معنى أبناء العلات مما يدل على أن توحيد الأنبياء جميعا لا يختلف عن بعضه وأما التشريعات فقد يكون فيها شيء من الاختلاف والتشريعات تنقسم إلى قسمين التشريعات من حيث كونها أدلة يستدل بها الكتاب، السنة، الإجماع وهذه لا خلاف فيها بين المسلمين إلا ما شذ من بعض فرق المسلمين فقد خالفوا في الاحتجاج بالإجماع ولذا كان مباينة بين أهل السنة وغيرهم ممن حمل هذه الفكرة وأما التشريعات الأخرى فهي المعروفة بأركان الإسلام أو أركان الدين التي يسميها بعض العلماء بالثوابت الكلية ولذلك يحسن بنا أحيانا إذا أردنا للمجتمع أن يكون مجتمعا مترابطا لا تقع بينه العداوة والبغضاء أن نفرق في التعامل في قضيتين أولا أن نفرق بين الفكرة وصاحبها لأن الأحكام تختلف حال الإطلاق وحال التعيين الأمر الثاني أن نفرق بين الكليات والثوابت وبين الأمور الفرعية التي تنبثق عنها ولذلك كما يقولون الكليات والثوابت لا خلاف في وجودها وأما الفرعيات فيمكن أن يكون الخلاف ومن هنا جاء ما يعرف عند الفقهاء بإعذار المخالف وترك الاحتجاج عليه إن كان مدرك مسألته يعتبر مقبولا لأن يكون الخلاف معتبرا النوع الثالث من البناء الذي شيده النبي صلى الله عليه وسلم هو البناء الخلقي ولذلك كثر مدح النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق كما كثر مدح القرآن الكريم للأخلاق قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك محاسن الأخلاق وأعوذ بك من سفسافها وكما يقول بعض الفقهاء المعاصرين لعله تكون أزمة المجتمعات المعاصرة خصوصا المجتمعات الإسلامية لعلها تكون أزمة أخلاق لا أزمة علم ولا أزمة فقه ولا أزمة لغة ولا غير ذلك وإنما هي أزمة الأخلاق وأكثر ما يظهر حسن الخلق حال الخلاف أو حال الاختلاف فإن ساعة الصدر قد تضيق عن قبول وجهة نظر المخالف وإن كان قد يكون معه شيء من الحق والأخلاق لها ركنان الركن الأول الأخلاق الحسنة ولها أصول وهي الصدق والأمانة والأخلاق السيئة لها أصل أو أصول وأصل الأخلاق السيئة ومعدنها عياذا بالله تبارك وتعالى هو الغل والحقد ولذا قال الله عز وجل فيه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ووصف الله عز وجل أهل الجنة يوم القيامة بأن الخلق الذميم الأول الذي ينزع منهم هو الغل ولذا قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين فإذا توفر الصدق والأمانة ونزع الغل من القلوب سادت المحبة بين جميع الناس وانتشرت حتى حفت ظلالها آفاق الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها البناء الرابع ما يعرف بالبناء الإداري ومن المعلوم أنه ما من دولة قامت إلا ولها نظام إداري سواء أكان نظاما إداريا داخليا أم نظاما إداريا خارجيا ومع ترقي أنظمة العلوم والحكم صار ما يعرف عندنا الآن بوزارة الداخلية وبوزارة الخارجية النظام الداخلي إن صح التعبير وهو النظام القائم على ما يعرف في الفقه الإسلامي بنظام حقوق الإرفاق وحق الإرفاق يعني ولست معلما في ذلك وإنما أنا مذكر وحق الإرفاق يعني أن العلاقات التي تسود بين أفراد المجتمع الواحد إنما تقوم على الرفق سواء أكانت حقوقا للطرقات أم حقوقا للبيوت أم حقوقا للتزاور أم حقوقا للمعاملات والعقود الشرعية التي تبرم بين المسلمين بعضهم البعض أو بينهم وبين غيرهم فكل هذه الحقوق تقوم على الرفق والإحسان فإن الله عز وجل يحب الإحسان في كل شيء وأما الخارجي فهو الاشتراك أو التعاون على المشتركات والقواسم المشتركة بين الشعوب والمجتمعات والأفراد والجماعات والتنظيمات والمنظمات والدول فلا شك أننا كما نحن المسلمين نحب الصدق فغيرنا من الشعوب يحبون الصدق وكما أننا نحب الأمانة فغيرنا يحب الأمانة نكره القتل نكره الظلم نكره الاعتداء السافر بغير مبرر غيرنا من الشعوب فيهم هذه الصفات وعليه فإن التعاون على مثل هذه الأمور لإيجادها لا يكون إلا عملا ناجحا ومنتجا علاقات ود بين الجميع تؤدي إلى وجود التوازن في المجتمعات الدنيوية على الإطلاق ومن هنا أقول لا يعني أنني أحمل فكرة أراها صوابا وأظن في غيري وهو يحمل فكرة يراها أو أراها أنا خطأا لا يعني أن أضخم القضية فأجعل خطأه يغطي على كل حسناته أو يلغي كل ما عنده من خير فألغي تلك الشخصية بالكلية كما أنه لا ينبغي له مثل هذه القضايا لماذا؟ لأن الكرامة في الناس موجودة فطرة ولا يحرمها الله عز وجل لإنسان إلا إذا لوثت فطرته من الداخل يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فكل بني آدم مكرمون وقال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا فلم يقول وقولوا للناس أي للمؤمنين لأن الإحسان مطلوب لكل من تتعامل معه ومن هنا جاء حديث بلفظتين أحب أن أشير إلى الثانية منهما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون هذا الذي يعرفه الجميع أما اللفظة الثانية فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فبعض من الأصوليين يقول من سلم الناس من العام الذي أريد به الخصوص نقول والأصل في مثل هذه الألفاظ كما يقول ابن عبدالبر في التمهيد رحمة الله عليه يقول الأصل في الألفاظ المتعلقة بالفضائل والمكارم أن يبقى المطلق على مطلقه وأن يبقى الخاص على خصوصه فلا نقول بالتخصيص ما دام أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا كله نريد أن نصل إلى قضية مهمة وهي كيف يمكننا أن نفعل هذه القواعد وهذه المباني في هذا المجتمع الذي نعيش فيه نقول أولا لا بد من وجود نية صادقة في حسن التعامل ولا يمكن أن تثبت النية الصادقة إلا بوجود شيء من التنازلات إخواني أنا أحبك وأنت تحبني لكن في بعض المواقف أنا لا أقبل رأيك وأنت لا تقبل رأيي وأنا وأنت ندعي أننا نريد إحياء الوطن الذي نعيش فيه نريد إحياء الأمة التي نعيش من أجلها كيف لنا أن نحقق مثل هذه القضايا يجب أن يكون هناك شيء من التنازل من جهتك وأن يكون شيء من التنازل من جهتي شرط ألا يمس الثوابت والكليات من العقائد والتشريعات إذا حصل ذلك كانت هذه هي اللبنة الأولى للوصول إلى التعاون الأمر الثاني أنه لا ينبغي وهذه قضية خطيرة لا ينبغي علينا أن نغفل قضية خلط الوظائف بمعنى لا أقصد وظيفة المدرس أو وظيفة الشيخ أو وظيفة الحافظ لمدرسة أو غيرها وإنما أقصد الوظائف العام التي جاءت وراثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الوظائف التي جعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكره القراف رحمة الله عليه باتفاق الفقهة أربع وظائف واحدة تخصه وثلاثة ينوب عنها عنه فيها المسلمون فأما الوظيفة الأولى فهي وظيفة النبوة وهي العصمة عن الخطأ وهذه لا تثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة ولا للأمة لكن تثبت العصمة للأمة في موطن التشريع والاجتهاد لا في غير ذلك من الأمور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي أي في تبني حكم أو رأي معين لا تجتمع أمتي على ضلالة القضية الثانية قضية الإفتاء والتعليم الوظيفة الثانية عفوا الوظيفة الثالثة وظيفة القضاء الوظيفة الرابعة وظيفة الحكم والسياسة أو الولاية على المؤمنين أقول عندما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى توزعت هذه الوظائف فكان القضاء مثلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت الإمارة لأبي بكر وعمر من بعده وغير ذلك وكان الإفتاء لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره من من الصحابة رضوان الله عليهم ولا نعلم أن علي أخذ منصب الحكم فقرر أحكاما لا تريق إلا بولي أمر المسلمين جميعا هذا الذي أريد أن أصل إليه أنه لا يجوز الخلط أو جمع هذه الوظائف في شخصية معينة بحجة أنها لها المنصب الفلاني أو العلاني أو نظن فيها عدم الخطأ أو نوصلها إلى مبدأ العصمة سواء كان من الميمنة أو من الميسرة لأنه بهذا الخلط تنتج عنها أحكام تؤدي إلى تشتت وضياع المجتمع المسلم فمثلا عندما نقول قضية التكفير تكفير المجتمع تكفير الشخصية وأنتم تدركون أن ثم تفرقا بين الحكم المطلق والحكم المعين ومن هنا قلنا يجب أن نتكلم عن الفكر ولا نتكلم عن الشخصية إلا أن يرجع الحكم على الشخصية المعينة إلى المؤهلين لمثل هذه القضايا فمثلا من عمل كفرا أو قال كفرا يمر الأصل أن يمر في ثلاث حالات أو أربعة الحالة الأولى أن يقرر الفقهاء لا عامة الطلبة أن ما مارسه هذا الشخص من قول أو عمل يعد من الكفر وهنا ينتهي عمل الفقه ثم بعد ذلك ينتقل إلى عمل القضاء لأن القاضي يقرر المتهم بالذنب ثم إما أن يلبسه هذا الثوب الذي أراد لبسه أو أن يخلعه عنه يعني بالفقه الإسلامي أن يستتيبه فإما أن يضل على كفره وإما أن يتوب إلى الله فلنهب أنه بقي على كفره هنا ينتهي عمل القضاء أعني في الدوائر الحالية فبعدها ينتقل إلى ما يعرض بالتنفيذ القضائي لأننا نريد أن ننفذ عليه الحكم الذي صدر من القضاء وإذا انتقل إلى التنفيذ القضاء قد يعطى مهلة من أجل المصادقة عليها من سدة الحكم فقد يصادق على الحكم فينفذ فيه الحكم وقد يحصل شيء طارئ فيعفى عن صاحب هذه القضية أعني أن الممارسات التي نراها في هذا الزمان صار الواحد من بعض التنظيمات أو المنظمات أو حتى المشيخة يتبنى عمل المفتي والقاضي وقد يتبنى أحيانا عمل المنفذ القضائي هذا الخلط الذي وقع أدى بالمجتمعات إلى التمزق وأدى بالبعض منها إلى أن تجنح إلى أفكار لا تمت إلى أفكار الصحابة رضي الله عنهم بصدة إذن الأول النية الصادقة ثانيا عدم الخلط بين الأعمال ثالثا أن يكون هناك إيجاد أعني مرافق تصلح لخلق الثقة بين الأطراف جميعا يكون مؤداها تنمية العلاقة الطيبة بين الجميع بمعنى أنه عندنا طرف الميمنة وعندنا طرف الميسرة وبينهم قضية يختلفون عليها لا بد من إيجاد ما يعرف الآن بالسفير مثلا لإيجاد حلقة وصل بين الطرفين لإيقاع الأخوة ولإيقاع الإصلاح بين الطرف الأول والطرف الثاني فإن لم يتوفر هذا فإنه يصعب أن نصل إلى النتيجة التي تؤدي إلى أمن المجتمعات لماذا؟ لأننا نحن المسلمين حمال رسالة عالمية النبي عليه الصلاة والسلام قال في ما ثبت عنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأنا بعثت إلى الناس عامة ونحن المسلمين ورثة النبي صلى الله عليه وسلم كل منا حسب ما يؤهده بمعنى فمنا من يكون مؤهلا لمجرد البلاغ كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامة يعني التابعي يكون أوعى من الصحابي ورب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ومن هنا يجب أن نفرق في قضية مهمة يخلط فيها كثير من الطلبة لا أقول البعض حاشى أصحاب السعادات والمشايخ وهي أنه يجب أن نفرق بين النص ومعنى النص وفقه النص النص يحمله كل واحد جدتي وجدتك تحمل النص بل لعل جدتي تحفظ القرآن وأنا لا أحفظها العجم والعربي يعرف نص النبي صلى الله عليه وسلم بل لعل العجم يحفظ الكتب الستة وأنا لا أحفظها هذا اسمه معرفة النص ثاني معنى النص والنصوص كما تعلمون إما أن يكون راضح الدلال وإما أن يكون خفية الدلالة قل هو الله هو أحد يعرفها العام وغير العام أنه الله واحد أما فقه النص وهو الوصول إلى الحكم الذي يحمله النص وهو الفقه فهذا لا يعرفه إلا خاصة أهل العلم ولذلك قال الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منكم إذن فعندنا التنزيل وعندنا التأويل وعندنا السباق وعندنا السياق وعندنا اللحاق كلها ألفاظ يعرفها أهل الاختصاص تدل على وجوب التفرقة بين الفقيه وغير الفقيه ومن هنا جاء الخطأ في مقولة البعض كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدد هذا خطأ لأنه ليس كل محدث فقيه بالعكس كثير من المحدثين وقد سئل ابن تيمي رحمة الله عليه عن أصحاب الكتب الستة من منهم فقيه قال البخاري وأبو دود فقط أما مسلم والتلمذ والنساء هؤلاء فقط محدثون ومن عجب وقد نعجب جميعا الإمام الطواري رحمة الله عليه لما ألف كتابه اختلاف الفقهاء لم يذكر أحمد بينهم لماذا قال البعض لأن الإمام أحمد محدث وقال البعض الآخر لا الإمام أحمد كان راويا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله وتبارك وتعالى المهم أن نوجد الأرضية الخصبة لحمل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لديها المقدرة على أن تنقلها للأمم فإذا فتحنا المجال وهنا أنبه كثيرا على دور العلماء والمشايخ ودور المجامع الفقهية ودور الهيئات العلمية كهذا المركز الطيب المبارك بدوره العظيم وقد شرح لي سعادة الدكتور إسماعيل يعني كثيرا عن هذا المركز فأعجبت بعمله وأرجو الله عز وجل لكم فيه التوفيق والسداد أقول يجب أن نفرق بين مزايا كل واحد منا من يبلغ الدعوة فقط منا من يعرف معنى النصوص ومنا من يفقه النص فنريد أن نفعل دور فقهاء النصوص ليوصلوا هم الرسالة فإننا إن لم نقم بهذا الواجب قام به غيرنا من القاصرين عن أن يعرفوا الفقهة وقد يكونون لا يعرفون المعنى ومن هنا كما قلت على المشايخ العلماء الهيئات المجامع الفقهية أن تسابق وتبادر إلى إيجاد الحلول للم الشمل ورفع الكربة عن المسلمين لماذا؟ لأنها هي التي تقدر على أن تقدم ما ينفع وتدفع ما يضر أما ترك الساحة كما نرى الآن فإننا سنرى سوءا في الأخلاق وسوءا في الفتاوى وسوءا في القضاء وسوءا في السياسة وسوءا في التعاملات مع القريب قبل الغريب مما سيوغر الصدور ويوصلها إلى الهاوية عياذا بالله تبارك وتعالى أشكر لكم حسن استماعكم وصبركم على أخيكم وأرجو الله أن يتقبل مني ومنكم ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا للدكتور سبيل الشوابك على هذه المحاضرة القيمة التي تناول فيها هذا الموضوع الذي تعاني منه دولا كثيرة وعلى رأسها العراق في ظل الاحتلال وفي ظل حكوماته المتعاقبة فالأمن نعمة جليلة وزواله نقمة كبيرة بالأمن يطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم ولهذا فهو المرتكز لكل بناء والأساس لكل بقاء والآن نفسح المجال المداخلات والأسئلة المجالة من حضور أشكر الدكتور سمير الشوابك على هذه المحاضرة القيمة التي أفدنا منها جميعا وهذه كلمة حق لأنها جاءت في موضوع مهم أولا وهذا يحسب لأيضا قسم الدعوة والإرشاد وثانيا جاءت علمية منضبطة مباشرة مدللة واعية بما نعانيه من أعلام وما نتمناه من آمال وكانت موفقة في غالبها لأنها نهجت منهجا علميا يقوم على التقاط النقاط الرئيس في الموضوع ومن ثم التعريج على الكليات والثوابت وكأنها أدت الغرض في موضوعها وأدت الغرض أيضا في موضوع ثاني لعله يفيد كثيرا من الجالسين هنا من طلبة العلم ألا وهو البناء المنهجي في الفكرة وفي التوصيف وفي التنظير وفي التطبيق وأيضا في إيصالها للمستمعين فهي محاضرة وعالجت قضية مهمة من القضاء التي نعاني منها جميعا وبينت أثر الإسلام ولا سيما فعل الرسول أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في هذا المجال فالبناء النبوي هو تطبيق عملي لمنظومة البناء في الإسلام ومن هنا جاءت الأركان العقدية والتشريعية والأخلاقية والتنظيمية الإدارية وهذه كلها ندندن حولها جميعا فلذلك لا أجد شيئا إلا ملاحظة فقط توضيحية بيانية في خاتمة المحاضرة عندما جرى الحديث عن موضوع الفقه والحديث والخطأ في أن يجمع بعضهم بين مهام أو وظائف عدة في وقت واحد أو إطلاق بعض المقولات وكانت إشارة موفقة جدا فقط أقيد حتى لا يفهم خطأ هذا الإطلاق مقولة كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث وكلام شيخ السابي من تيمي عن الفقهاء من المحدثين من أصحاب الكتب كتب الحديث المشهورة وما فعله الإمام الطبراني رحمه الله في عدم إدراجه الإمام أحمد بن حنبل في ضمن كتاب اختلاف الفقهاء معلوم فقههم وعلمهم ومذاهبهم الممتدة منها إلى الآن والتي اندثرت كمثب الإمام الطبابي رحمه الله فكما ذكر أو أكد الدكتور على موضوع الاهتمام بالإطلاق والتقييد وإبقاء بعض النصوص على عمومها وبعضها يخص بحسب الظرف والزمان والمكان والقواعد المنهجية في الاستنباط فمقولة كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث هي مقولة صحيحة من قائلها في وقته وفي زمانه وفي مكانه وفي حاله ولكن سحبها إلى زماننا هو الخطأ بمعنى أنها ليست مطلقة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال وإنما مقيدة وهكذا نجمع بين الأمرين لا نخطئ المتقدم لأنه بناها على أصول صحيحة وفي الوقت وفي الوقت نفسه ننبه على خطأ المتأخر عندما يستصحب من التاريخ من التراث مقولات قيلت في زمان ومكان وظرف وحال معينة وإلا كل قارئ كان فقيها في القرن الأول وكل محدث كان فقيها لأنه كانت العلوم في ذلك متداقلة لم يتم الفرز المنهجي المصطلح بين هذا فقه وهذا حديث وهكذا أئمة علماء الحديث قل لهم الذين دونوا السنة كانوا فقهاء أما مقولة شيخ الإسلام بن تيمية فكان يشير كما أرى إلى الصفة الأبرز في الفقه من هؤلاء الستة فقال البخاري ودهوت لا يعني أن الآخرين ليس لديهم فقه ولكن يقول الأبرز في الفقه أو الذي يمكن أن يطلق عليه فقه أي جمع بين الصنعتين الفقه والحديث فكانتا بارزتين جدا عنده والبخاري وأبو داود وأما ما فعله الطبراني فهذا رأيه وهذا اجتهاد منه بملاحظة أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل كان من أنبه وأنجبي وأبرز تلاميذ الإمام الشافع وهو راوية مذهبي ولكن هو نظر إلى جهة محددة فكأنه غلب من يعتمد على الأثر ويروي الروايات مع أنه لديه فقه لا يعده فقه فهو اصطلاح خاص بالطبراني أيضا لا يمكن أن يسحب إلى زماننا والأسف أن أقول أوكد على هذه النقطة لأن هذه المقولات العامة المطلقة التي لا تربط برباط القيد أو التخصيص أو ما إلى ذلك أو التي أحيانا غير دقيقة وغير صحيحة عند التحقيق العلم لا تثبت تكرر في كل زمان وفي كل مكان وتثير إشكالات بين أتباع المذاهب إلى زماننا الحاضر وتؤلف فيها الكتب وتعقد الندوات وتثار النقاشات والنقاشات وتضيع كثير من الجهود التي نحن بأمس الحاجة لها من أجل أمن الشعوب فإذا لم نكن نحن كطلبة علم نضع ضابطا أو حدا أدنى نقول هذه القضية ينبغي حسمها الآن نجلس جميعا تحسن في هذا البلد لا نناقشها بعد ذلك وهكذا في أماكن أخرى ولكن ليس كل ما نتمناه يمكن أن نصلي بارك الله فيكم وجزاكم الله وخيرا شكرا لسعادة الدكتور وما قاله حقيقة يعني صواب وهي لفتة نظر جيدة أما قضية قول الطبر رحمة الله علي عن الإمام أحمد فإنما أنقولها نقلا وأنا دائما أقول لست معه في ذلك لأن الإمام أحمد فقيه معتبر ولمذهبه أصول تخصه يختلف فيها عن باقي المذاهب لكن القيد الذي ذكر سعادة الدكتور جميل جدا أن هذه كلمة تناسب ذلك العصر لكن ما دفعني لمقولتها في هذه الأيام جرأة الكثيرين ممن قد لا يعرف الكوع من الكرسوع عفوا وآسف العبارة أو لا يفرق بين حسن وبسن أن هذه كلمة أصلي وهذه كلمة قيلت للإتباع النغمي فقط فلمثل هؤلاء نوجهوا هذا الكلام ولذلك استحثثت المجامع العلمية والعلماء والفقهاء لأن يأخذوا دورهم في المجتمع يعني أنا آسف جدا أن أقول من المصائب التي نعيشها حقيقة أن نرى الفقهاء والعلماء والمجامع يعني بعض القضايا تمنيت لو أن بعض المجامع تكلم فيها في وقتها بعد أربع سنوات تكلموا فيها قضية سوريا لا أذكر يعني مجمعا بعيني قضية سوريا بعد أربع سنوات تكلم فيها المجمع الفلاني لمن تركت فهذا الذي أردته وأشكرك على هذا البيان والقيد الذي ذكرت سعادة الدكتور شكرا جزيلا وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع على حسن الاستماع والحضور في هذه المحاضرة ونشكر الدكتور سمير الشوابك على ما قدمه من كلمات وأفكار قيمة تبعث في النفوس الطمأنينة في اتباع المنهج النبوي القويم وإلى لقاءات قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة